أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم شرحنا في الليلتين الماضيتين أجواء فهم هذه السورة التي تسمى سورة التوبة أو براءة أو الغاضبة الأجواء كانت بخلاصة أنه بعد فتح مكة وفتح الطائف وانتهاء حنين معركة حنين مئات الآلاف كما قلنا من الناس دخلوا في الإسلام وهناك اليهود أيضا في يثرب وهناك النصارى منتشرين في الجزيرة العربية بطبيعة الحال لما يصير مئات الآلاف مشركون ينقلبون في يوم واحد إلى مسلمين شو يصير تصير بلبلة فكرية لا يدرى هذا اللي دا يلقي الإسلام يعتنق الإسلام صدق مسلم صاير أو من الخوف أو من لا تشارة ماكو تشارة بعد أو منافق أو طماع يعني يشوف انتصالات المسلمين جاي للطمع كل هذا اللي ممكن وأيضا اليهود بعدهم على أوضاعهم إلا القليل الذين دمرت قلاعه فنزلت هذه السورة سورة براءة براءة من الله ورسوله يعني خلص بعد هدنه ماكو المعاهدات التي بين القبائل العربية وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها نقضت ما عملوا بالمعاهدات نقضوا معاهداتهم فلما لم يبقى نوع من الاتزان في المعاهدة في الطرف المقابل يلغي المعاهدة إلا بعض المعاهدات الذين بقوا على عهدهم كما قلنا في الليلة الماضية طيب الآن هاي الآيات التي نتلوها في هذه الليلة تبين شيء آخر مهم جدا في الفترة المدنية خاصة بعد هذه الآلاف المؤلفة اللي جاين صائرين مسلمين وفيهم المنافقون أيضا خلاصة هذه الآيات التي تلوناها الآن شنو هي خلاصتها أنه كل من يدعي الإسلام والإيمان هذا يمتحن بامتحان الله سبحانه وتعالى طبعا هاي الآيات نقراها ونقول كانت هكذا في السنة التاسعة من الهجرة لأن في السنة التاسعة من الهجرة هاي الآن هاي السورة نزلت اليوم ما بنفس الشيء يجب أن نطبقها على أنفسنا الله يتركنا هاي الشكل إذا قلنا احنا مسلمين احنا مؤمنين أو يمتحننا لحظة بلحظة عجيب هذا الامتحان اللي لا نترك منه شوفوا الآية شاكتوا أم حسبتم أم يعني ذن الأشياء اللي تلوناها سابقا حول المشركين هيش الآن جايين لكم يا مسلمين أول الآيات كانت حول المشركين والمعاهدات والبراءة وإلى آخر هي تلوناها الآن أنتو أيها المسلمون أم حسبتم أن تتركوا يعني خلص أديتم الإسلام وأعلنتم الإيمان والإسلام خلص بعد تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ إِهْ لَا السُّؤَالِ يُطْرَحَ أنه الله ما يجري بعدين يريد يعلم أستغفر الله الله يعلم بكل شيء في المستقبل وفي الماضي وعالم بكل شيء وَلَمَّا يَعْلَمْ يعني يصير معلوم عندكم علماء العقائد يفسرون هذه الآيات التي تشير إلى علم الله يعني حتى أنتم تعلمون هل أنتم متدينون أم لا هذا معنى وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ اللَّهُ مِنُهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ جهاد أكوا جهاد بالمال جهاد بالنفس جهاد بالقوة بكل شيء وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ إِهْنَا لَمُهِمُ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهُ أَوَّلًا وَلَا رَسُولِهِ ثَانِيًا وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ولي يأتي من كلمة الولوج الولوج يعني الدخول أصل الكلمة المفردة بمعنى الدخول ولكن هنا تطلق بمعنى البطانة أو المعتمد عادة الرؤساء يعتمدون على بطانتهم يعني ربعهم وأيضا تطلق هذه الكلمة على المعتمد يعني أنت معتمدك منه على من تتكئ من تصادق من تتعاهد مع من تتزوج مع من تسافر علاختك مع منه هذا معنى الولوج ولم يتخذوا المؤمن الحقيقي هذا الذي لا يتخذ من دون الله من دون الرسول من دون المؤمنين وليجة هذه هواية قوية هذه الآية في حاضرنا أحنا الآن على من نعتمد مع من نتصاهر مع من نشترك في السوق مع من نسافر مع من نصاحب صحبة صحبة يجب أن نراعي هذا الشيء أنه وليجتنا وين إذا كان وليجتنا الله زين رسول الله زين المؤمنون زين هذه الآية تشير إلى واقع ذاك اليوم هذولا لما صار الفتح المكي فتح مكة صار وصارت صورة براءة والإمام أمير المؤمنين بأمر الله ورسوله ذهب إلى الحج في يوم النحر في منا قرأ هذه الآيات الأولى من صورة براءة صارت مشكلة يعني إحنا أقرباءنا شلون أصدقائنا تجارتنا بضائعنا دورنا مساكننا هذه كلها وليجة يعني اعتمادك وعليا هاي الآيات نازلة بهذا السبب إذا يريد يصير واحد مؤمن حقيقي يجب أن يترك كل وليجة إلا ثلاث ولائج الله الرسول المؤمنون يعني مهم عنده هذا معتمده هذا صداقته معه هذا زواجه معه دوله هذا مهم والله خبير بما تعملون ديروا بالكم أيها المسلمون الجدد اللي جايين بمئات الآلاف صائلين مسلمين الله يدري شون تتسوون انتو والله خبير بما تعملون هنا لأيضا في الموضوع سلام عليكم شيخ الله في الموضوع آخر يطرح في يوم من الأيام العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشيبة طبعاً دوله صارين مسلمين بعد واقعة بدر العباس عم النبي صار أسير تعرفون قصته بعد في غزوة بدر يعني شنو يعني العباس ما هاجر بقي في مكة و بس بضعف إيمانه أو بعده كان مشرك هذا خلاف أكو بس بالنتيجة إذا يجي يوم بدر اعتقله صار أسير ودخله في الإسلام وجابه عند النبي إنما عفا عنه في اليوم قاعدين في المدينة في المسجد كانوا يتفاخرون هذا التفاخر عند العرب وغير العرب من موجود حتى غير العرب من المسلمين من غير المسلمين التفاخر موجود تفاخر يعني شنو واحد يقول أنا منصبي أعلى من منصبك أنا فلوسي أكثر من فلوسك أنا عشيرتي أقوى من عشيرتك حتى كانوا يتفاخرون بالقبور الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعددون قبورهم كم قبرنا أكثر من عشيرة هذا التفاخر كانت موجودة وإلى الآن موجود فتفاخر منه العباس وشيبة واحد قال أنا أهم من عندك أنا ثقاية الحاج بيدي كان ثقاية الحاج شنو في منصب من زمن الجاهلية موجودة كان بيدي العباس عم النبي أكو منطقة في المسجد الحرام يمخلين ممكن مثلا أحواض أو مثلا خزانات مياه من بئر زمزم الحجاج لما يجون المشركين يحجون حتى المشركين كانوا يحجون يطوفون بشنو يصفقون وعرات يجون بعضهم حتى النساء فالعباس كان مسؤول عن السقاية في المنصب إلى شيبة كان مسؤول عن العمارة العمارة يعني شنو يعني في الشي يصير خربان بالمسجد يعمره يرتبه مدير يعني هذول تخاف تفاخره هذا قال أنا أهم منك لأن أنا كنت ساقل حجاج وذلك قال أنا كنت عامر المسجد مر عليهم علي الأمير المؤمنين صلوات الله عليه شافي ذولده يتشاجرون هذي الصيحة ذاك يصير أنا أعلى منك أنا أفخر منك قالوا مش بيكم قالوا ويش شكل الإمام صالة الله عليه صارم في الحق طبع صارم في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم قال أنا أصغر منكم سنا أو ما معنى ذلك أنا صغير عمرا أنتوا كبارية شوية مدحهم أول شي ولكنني أعظم منكم كلكم بهالعبارة يعني مضمون هذه العبارة قالوا وش لي قال لأنني جاهدت مع رسول الله وقطعت رؤوس الكفر حتى أنتوا صرتوا مسلمين يعني هدايتكم بسببه صار العباس زعل قام راح عند النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا علي ابن أبي طالب والعمنا والأخونا فشلني قدام عالة لما يصير تفاخر موحدهم قاعدين خواه الناس جماهير قاعدة بيكارية قاعدين نشوف شنو التفاخر شطار إحنا يباوعون مثل مثلا مجتمع في المسجد في غير المسجد ففشلنا هذا قشقل قال فناداه رسول الله رسول الله نادى أمير المؤمنين يريد يبين شنو القصة فقال له رسول الله يا علي ماذا قلت لعمك العباس قال يا رسول الله أنا قلت الحق فليزعل من يزعل وليغضب من يغضب وليغضب من يغضب مضمون كلام الإمام فنزل جبرايل هذه الآية نزلت بها جبرايل نزل بها جبرايل في هذه اللحظة والرسول جعلها في سورة براءة نزل جبرايل يفضل مشكلة الآن النبي شي يقول بالنتيجة يدافع عن عم العباس هو الإمام أمير المؤمنين ما قال شي مزيان يعني يقول فعل هو المجاهد كان هو الذي قاتل هو الذي فدى بنفسه بالمبيد كل شي هو فنزلت هذه الآية نزلت هذه الآية ما كان للمشركين عفوا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر طبعا أنا شوي قدمت هذه الآية لازم أفسرها بعدين أجي إلى هذا استعجلت شوي أول نشرح هذه المهم القصة واضحة عندكم بعدين الآية تقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله في الجاهلية اللي كان يعمر المساجد يعني المسجد الحرام غير المسجد الحرام ما كانوا وعد منه كانوا مشركين كانوا هم المسيطنين على المسجد الحرام ثقاية الحاج عمارة المسجد كلها بيدهم فكانت لهم في مقام كان لهم هذا في منصب هذا عندهم ليش لأنه المشركين اللي كانوا يجيون للحاج والطواف يطون فلوس لذوله وأصنام موجودة ويأخذون فلوس منهم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله من هذه اللحظة مساجد الله ممنوع أن يعمرها منه المشركون شاهدين على أنفسهم بالكفر مو بس كفار ومشركين شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني يعلنون أنه احنا مشركين احنا كفار يعبدون الأصنام شاهدين على أنفسهم بالكفر ليش لأن أولئك حبطت أعمالهم هذا العمل مقدس عمارة المساجد وسقاية الحجاج عمل مقدس لا شك فيه واحد يعمر مسجد يبني مسجد وهذا عمل مقدس بس بشرط أن لا يكون مشرك لأن المشرك يحبط عمله يعني كل عمل الخير ما له يروح نستفيد من هذه الآية أيضا لعصرنا الحاضر أيضا فلال أمواله كلها محرمة كلها من الرشوة بهالي فلوس يريد يبني مسجد شون الفائدة ماكو فائدة أو يصير متولي للمسجد صاير لازم تكون أموال طاهرة ونفوس طاهرة وقلوب طاهرة إنما يعمر مساجد الله أفوا أولئك أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فمن الذي يستطيع من من القرآن من يعطي إذن أن يعمر هذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إيمان بالله واليوم الآخر يعتقد بالقيامة وعملا يصير مسلم أقام الصلاة وآت الزكاة عملا يصلي يزكي يخمس هذا ما يخالف هذا إلى حق يعمر مساجد يبني مساجد ولم يخش إلا الله هذه أقوى بعد لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عسى عادة عندما يطلق على الله يعني حتما يصير فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذول إذا بقوا على الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني هم قلب وهم عمل هذول مهتدين هذا إلى حق يبني مسجد هذا اليوم يفيد نترى من يبني المساجد من أي أموال بعض الطغاة يبنون مساجد شن الفائدة بعدين هاي القصة اللي قلت لكم هذه الآية نزلت في حق جبريل نزل جاء بهذه الآية يعني يا شيبة أيها العباس يا عم النبي تتشاجرون مع علي ابن أبي طالب حول هذا الموضوع هذا حق علي أجعلتم ثقاية الحاج يعني من العباس وعمارة المسجد الحرام يعني شيبة كمن آمن بالله علي آمن بالله أول واحد اللي أظهر أي أنا دائما أقول في كل سنة أنه إذا صار موضوع علي ابن أبي طالب أقول من نقدر نقول علي آمن بالله وأسلم علي هو من صلبه مؤمن بالله وبرسوله يعني أعلن إسلام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله من جاهد في سبيل الله في كل الغزوات هو علي ابن أبي طالب أنت تفكرون أجعلتم يعني في فكركم أن عمارة المسجد وسقاية الحاج كمن آمن بالله لا يستون عند الله يعني مستحيل هذا والله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين لأنفسهم يعني ممكن ما ظالم للناس ولكن ظلم نفسه لأنه ما آمن بالله وما آمن باليوم الآخر ولا أقام الصلاة ولا جاهد وعلي جاهد نزلت هذه الآية في هذه القصة وهذا إجماع لأكوى سبب نزول هذه الآية عند المفسرين الشيعة والسنة هو هذه القضية التي ذكرتها لكم بين شيبة وبين العباس خب هذول من الذين آمنوا بعدين الله يعمم يعمم على كل المؤمنين الذين جاهدوا الذين آمنوا خل عباس ما آمن أول شيء وشيبة وهاجروا كلهم هاجروا إلا العباس وجاهدوا في سبيل الله بشنو بأموالهم هذا قسم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يعني بالنتيجة الله يريد الإخلاص الحقيقي في المحك يبين هذا في الامتحان يكرم المرء أو يهان عندما يصير جهات شت سوون تفرون بعدين نجي قصة حنين نقراها بعدين الذين فروا وتركوا رسول الله وفي بقية الحروب اللي ذاكري هيا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الفائز في الدنيا والآخرة وهو من أهل الجنة هذول خب نتيجة هذول شنو يحصلون الذين آمنوا وهاجروا يبشرهم ربهم برحمة منه واحد ورضوان اثنين وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثلاث جوائز يعطيهم الله سبحانه وتعالى بشارة ربهم إليهم للذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذول عندهم ثلاث بشارات رحمة منه المفسرون يقولون هذه الرحمة دنيوية رحمة دنيوية تأتيهم من الله سبحانه وتعالى بعد ورضوان رضوان من الرضا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة ولكن العلماء يقولون هذا إشارة إلى نعم لا يمكن أن تضاهي كل نعم الجنة ليش؟ لأن يشيرون إلى آية أخرى عندما يعدد الله سبحانه وتعالى نعم الجنة حول العين أنهار قصور فواكه ونحن نقراها في الآيات بعدين ماذا يقول يقول ورضوان من الله أكبر شنو يعني الأئمة سلام الله عليهم يفسرون هذه الكلمة أو هذه الآية ورضوان من الله أكبر يعني تصبح حالة في الجنة للمؤمنين المتنعمين في الجنة حتى أن كل نعم الجنة عندهم ما تصبح هذه الحالة تفيد حالة ما أدو شنو وإحنا ما رايحين بعدنا إن شاء الله نروح بشفاعة أهل البيت عليهما السلام بهجة تأتي إلى قلوبهم الله سبحانه وتعالى يعلن رضاه عنهم أقدر أمثل بشيء مثلا إذا واحد عنده مشكلة ويأبوه ويحب أبوه يطيع أبوه بس صار مشكلة ما يدري هذا الأب راضي عنه أو لا أو أمه راضي أو لا إذا شاف في اليوم الأب أو الأم يعلنون رضاهم عنه شي تصير هاي الحالة عند الولد يقول الحمد لله أبوه راضي عني إذا خمسين ألف دينار ميطي ما يساوي هذه الحالة صحيح أو لا أو إذا واحد متعارك ويا أخوه مع الصديق مثلا بعدين يشوف الصديق عفوه وإجا قال قبل وباس وقال ترى أنا راضي منك ما باقي شي في قلبي شو تصير هاي الحالة ساذفت شي بسيط مثال بسيط فإذا أحس الإنسان في الجنة أن الله أعلن رضاه عن أهل الجنة هذه الحالة تساوي كل نعم الجنة يعني كل نعم الجنة مقابل هذا ليش لأن الله يقول ورضوان من الله أكبر يعني أكبر من بقية النعم هذا معنى الرضوان اللهم ارزقنا يبشرهم ربهم للمجاهدين الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم يبشرهم ربهم برحمة منه أولا ورضوان بعدين الرضوان يجي واحد يرتاح بعد يشوف الله راضي عنه بس يبقى أو ما يبقى في الجنة شوفوا نهاية الآية وجنات لهم فيها نعيم مقيم مقيم يعني خالد مجنة واحدة جنات جنات لهم فيها نعيم في هذه الجنات نعيم مقيم دائم هذا جزاء من يجاهد في سبيل الله بأمواله وأنفسه خالدين فيها تأكيد للنعيم المقيم خالدين فيها أبدا نهاية مائلة وهذا من الأشياء التي لا نفهمها شنو يعني نهاية مائلة من ندري يعني لا نستوعبها من نستوعبها شنو هذا إن أن الله عنده أجر عظيم في الروايات المروية عن أئمتنا وعن رسول الله صلى الله عليه أجمعين هكذا نفهم نعم الجنة أنه لا يمكن تصورها أبدا لا عين رأت في رواية ولا أذن سمعت نسمعها نقرأ في القرآن النعم جنات حول العين ما أدري أنهار قصور فواك هكذا نقرأها نسمعها لا مو هذه لا عين رأت يعني شنو أنت شايف في الدنيا من النعم لا تشبه نعم الجنة ولا أذن سمعت نسمع نقرأ نسمع لا مو هذه بعد ولا خطر على قلب أحد يعني شنو أنت تتصور من نعيم لا مو هذا أهم من هذا حقيقة في الشي مغري يعني تجارة مربحة لسه يحتاج شوية صبر كم سنة واحد يصبر إن الله عنده أجر عظيم هذا إشارة إلى النعم اللي عظيم الله يقول عظيم مو إنسان عادي يقول عظيم بعدين تأكيد لقضية الوليجة التي ذكرناها في الآيات السابقة يا أيها الذين آمنوا أنتم المسلمين اللي جايين بعد فتحة مئات الآلاف صائرين مؤمنين ومسلمين ديروا بالكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أو له هذا يحتاج مقدمة المقدمة أشرنا إليها في الليلة السابقة أو الليلة الأولى هذا الخضم اللي صار بعد فتح مكة ومئات الآلاف إجوا إلى رسول الله وأقدموا وأسلموا وآمنوا ظاهرا كان عندهم قرابات علاقات تجارية علاقات عشائرية علاقات مصاهرة دور وسكن وأموال يعني الإنسان لما يجي مهشك كل شيء عنده سابقا كان هذا الشيء في حالة الشرك فشنون يرتبها هذه إشارة إلى هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم حتى الآباء يعني طبعا يشمل الأمهات أيضا وإخوانكم يقول أنا عندي أخو بعد مشرك وأنا يريد أقاتل شنون أقاتل أنا أخويا هذا والقضية قضية القرابة جدا مهمة عند العرب وغير العرب أيضا الآن واحد يأذي أخويا أنا يبقى في ذهني بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم شنو أولياء أولياء يعني تحبوهم تقدسوهم تقدموهم على المؤمنين على رسول الله على إيمانكم هذا في قلبك وفي عملك لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان معنى ذلك أن بعضهم بقوا مشركين ما أسلموا إذا هذا الولد جاي صار مسلم وجاي مهاجر إلى المدينة وما يخالف أبو وين أبو في عشيرة في مكان من الجزيرة العربية مو مسلم بعده ولا مؤمن وبعده محارب لأن بعد فتح مكة صارت أيضا مشاكل كانوا يقتالون كانوا يضربون فهذا شيء سوي أو بالعكس الأبو جاي لابن باقي الأخ جاي أخوه باقي الزوج جاي الزوجة باقي وهكذا وكثير من القصص في التاريخ موجودة هذه طبعا إذا تروح للتاريخ في بعد فتح مكة تشوف مصائب صارت الإسلام يقول خلاص بعد ما دام أنت صرت مسلم آباءكم وأولادكم وإخوانكم هذول مو أولياء بعد انقطعت العصمة بيننا وبينهم إهدان أكو السؤال حد هذا وين الحد وين يعني أنا بعد ما أجاوب أبوي إذا الأب مشرك الإبن ما يجاوب لا العلماء يستفيدون من هذه الآية ومن الآيات الأخرى لأنه دائما لازم نجمع بين الآيات القرآن كما قلت سابقا مثل هرم آية تفسر الأخرى آية تتم الأخرى في آيات أخرى أكو وفي سيرة النبي والأم أنه إذا الأب كان عاجز ومشرك والاب مسلم روح ساعده مساعدة الأب ورعاية شيء وتتخذه وليا شيء آخر انتبهوا أكو فرق مرة هذا يكون معلمي في الدين في الأخلاق في الثقافة لا 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 معلمي رسول الله صلى الله عليه وآله معلمي الإسلام القرآن أما أريد أساعد أبويا أريد أساعد أمي ما يخالف ما في إشكال شوفوا الدقة هذه أولياء ليصيرون يعني لا تتخذوهم أولياء من دون الله طيب إن استحبوا الكفر على الإيمان يعني بقوا على الكفر بعد ذول مو أولياء طيب شنسوي ومن يتولهم منكم إذا بعد عند علاقات دينية معهم إيمانية معهم يأخذهم أولياء فأولئك هم الظالمون ديروا بالكم هذا ظلم على أنفسكم قل يا رسول الله إن كان آباؤكم تأكيد للآية السابقة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أربع أشياء له واحد عند علاقة مع الآباء أو بالعكس الآباء مع الأبناء أبناؤكم بالنسبة للآباء إخوانكم أزواجكم الزوجة جاية مسلمة والزوج بعدها كافر أو بالعكس عشيرتكم العلاقات العشائرية عند العرب مقدسة هاي أربعة أشياء بالقرابة بعدين واحد ما عندها هالأشياء بس عندها أموال عندها دور عندها تجارة شي سوي بالتجارة الآن هذا اللي إجي صار مسلم وعلاقات التجارية شي سويها وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها والتجارة تخشونك سادها ساد جاية تاجر كان جاي صاير مسلم التجارة راحت يبوقوا منها ومساكن ترضونها يعني كل الأشياء اللي أكو علاقة للإنسان بيها وليجة بيها القرآن ذاكرها كُلْ هِذَنِّي إِذَا كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ ملتفتين ذكرها كله هِذَنِّي أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ هَذِي هُوَيَّ صَعَبَةِ إحنا الآن مسلمين مؤمنين في مجتمع مسلم في مجتمع مؤمن أما ذاك اليوم لمن صار فتح مكة والإسلام انتصر وإذا وجاء مئات الآلاف صاروا مسلمين العلاقات التجارية شنو صارت الآباء الأمهات الأزواج المساكن الدور التجارة الأموال هايش وينه صارت يقول يا الله يقول هذا امتحان لو تأخذ الله ورسوله لو روح دير بالك على أموالك وأزواجك ومساكنك هذا هو إن كانت إذن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله هذا يبين أنه خلخل صار في المجتمع المجتمع بعد فتح مكة حقيقة كانت بها خلخل عجيبة في الاضطراب صاير بعض الناس قالوا صحيح نصاري المسلمين بس أولادنا آباءنا تجارتنا مساكننا شنسوي بها ففي الجهاد كانوا يتوين بيّن 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 في حنين بعدين نقراه بكرة إن شاء الله بعدين نلحق الليلة غزوة حنين بكرة نقراها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره يأتي الله بأمره شيء مبهم مثل تهديد مبهم مثل أنت تقول لواحد اللي يأذيك تقول أنا أدري شا سوي بيك أنا أدري شنو أتخذ من قرار هذا مبهم بس هو تهديد فتربّصوا يعني صبروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني هؤلاء الذين يقدمون الأموال والتجارة والآباء والزواج على رسول الله وعلى الإسلام هذول قوم فاسقون غدا إن شاء الله نكمل إن بقينا أحياء أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل الليلة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب حمران بن أعين يقول له يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة هذه العبارة مروية هذا النص تقريبا مروية عن الرسول أيضا شايفانا وعن الإمام أمير المؤمنين واليوم شفت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في كتاب في أحد الكتب الحديثية الآن ما أذكر بس كتبته يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك أنا هذا الرواية دائما أقراها للذين يأتون إلي ويشكون أمرهم واحد صاير له كآبة واحد عنده مشكلة واحد عنده مرل أبوه مريض أمه مريضه أولاده هوا يجون عندنا بعد عدكم أم يجون أفضل طريقة لتحدئة هؤلاء هذه الرواية شلون شوفوا إخواني واحد فقير خب أكو أفقر منه الله يرحم والدتي ويرحم أمواتكم توفت قبل أشهر خب كانت هواية مشكلة عندها ثمان سنوات مسجات على الفراش فكانت تشكو أقول لها ماما أكو أسوأ حالا منك تقول بعام إيه نعم أكو معناته فأشكر الله بعد مادم أكو أسوأ حالا منك أنتو حالا أحسن منها واحد مريض واحد فقير واحد ابن عنده مشكلة بنته عندها مشكلة وهكذا أكو أسوأ منها فلما الهش يقل يفكر يهدأ طبعا الدكاترة يطون أقراص شنو يسموه أقراص ها دكتور يطون أقراص مهدئة مو شكل زين مهدئة يعني ينام الشكل ما يفكر بس التهدئة القلبية والفكرية أفضل الأقراص يمكن بيها مضاعفات أيضا لما هذا الوحد ما بي مضاعفات إذا واحد يفكر لمن دونه يرتاح يقنع يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة في كل شيء في كل القدرات يعني ولا تنظر إلى من هو فوقك ليش ذاك عنده أنا ما عندي ليش ذاك صحيح أنا مريض ليش ذاك عنده سيارة أنا ما عندي ليش ذاك عنده بيت أنا ما عندي ليش شكل لتفكر ليش فإن ذاك يعني هذه الفكرة الصحيحة فإن ذاك أقنع لك بما قسم الله لك ترضى قناعة صير عندك تقول الحمد لله هذا اللي عندي أكو واحد ما عنده هذا اللي أنا عندي الآن فصير حالة من القناعة والهدوء ولكن أكو باستمرار لهذا الحديث بشارا بها وأحرى أن تستوجب الزيادة منه عز وجل الله أكو هذه بعد بشارة يعني شنو يعني إذا قنعت وهدأت ورضيت بما قسم الله لك الله يعطيك الشيء اللي ما عندك تتمنى وأحرى يعني أجدر أن تستوجب الزيادة منه عز وجل اللهم اجعلنا من الذين يطبقون هذه الروايات في حياتنا لأنها تفيدنا في حياتنا وفي آخرتنا اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ارحم موتانا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوجو